بسم الله الرحمن الرحيم بيوم مليء بالتفاؤل والنجاح أرحب بكم طلبات وطالبات الصف العاشر في حلقة جديدة من حلقات مادة الأحياء بعنوان الانقسام الخلوي غير المنتظم وسوف نتناول التشوهات الكروموسومية والسرطان كل هذا ولكن تابعوني بعد الفاصل عدنا لكم من جديد وأذكر بعنوان حلقة اليوم وهو الانقسام الخلوي غير المنتظم وسوف نتناول فيه التشوهات الكروموسومية والسرطان وسوف نتناول في التشوهات الكروموسومية الأمراض الناتجة عن الخلل في عدد الكروموسومات والأمراض الناتجة عن الخلل في بنية أو تركيب الكروموسومات أما بالنسبة للسرطان فسوف نتناول مسبباته وعلاجه وتعريفه نأتي الآن بداية إلى التشوهات الكروموسومية في بداية التشوهات الكروموسومية أي تشوه كروموسومي ممكن ينتج عنه مرض أو متلازمة مما يؤدي إلى إعاقة هذه الإعاقة لها العديد من العوارض السريرية ولكن ما هذه العوارض السريرية لنشاهدها معا ما هي العوامل التي قد تسبب العديد من هذه العوارض السريرية أمثلة لبعض العوارض السريرية سوف نشاهد رخاوة عضلية عامة وجه مدور ومسطح أنف أفطس عينان لوزيتان ومائلتان إلى الأعلى يدان عريضتان وأصابع قصيرة مع وجود ثنية واحدة في راحة الكف التخلف العقلي والحركي نقسم في المناعة مما يسبب تعرض الإنسان بشكل دائم لالتهابات مختلفة وتشوهات في القلب والجهاز الهضمي شاهد معي هذه الصورة هذا الطفل يملك وجه دائري أنف أفطس وعينان لوزيتان كما ذكرنا ومائلتان إلى الأعلى وجود فصل واسع بين الإصبعين الأول والثاني ووجود خطوط ثنيات كثيرة في الرجلة ووجود خطوط ثنيات طبيعية في الإنسان الطبيعي أما وجود خط ثنية واحدة يكون في هذا الطفل بعد أن ناقشنا العوارض السريرية لنناقش معا ما هي العوامل التي قد تسبب هذه العوارض السريرية لنشاهدها معا قد تتعرض خلايا مختلفة في الجسم إلى انقسام غير منتظم ينتج عنه ظهور أمراض مختلفة ممكن أن يكون الخلل في الانقسام ناتج من الانقسام الميوزي أو الميتوزي في الميوزي يكون الخلل في المناسل الذكر أو الأنثى قد يأخذ عدد الكروموسومات سلوكا غير طبيعيا مما يؤدي إلى أطفال ذي تشوهات خلقية وعقلية ويملكون بعض العوارض كما ذكرنا أما في الانقسام الميوزي قد تفقد بعض الخلايا الجسمية التحكم في عملها وتشكل ورما قد يكون حميدا أو خبيثا إذا كان الورما خبيثا فإنه يسبب السرطان وسوف نناقشه لاحقا في درس السرطان نأتي الآن إلى أقسام التشوهات الكروموسومية وهي تقسم إلى قسمين أول قسم هو الأمراض النتيجة خلل في عدد الكروموسومات أما القسم الآخر فهو الأمراض الناتجة عن خلل في بنية أو تركيبة الكروموسوم نفسه لاحظ الصورة إذا كان هناك خلل في عدد الكروموسومات سوف يكون في الزيادة أو في النقصان أما في صورة الخلل في بنية الكروموسوم وتركيبة سوف يكون في ترتيب قطع الكروموسوم نفسه أو في فقده أو زيادة لجزء للكروموسوم عليه إذن التشوهات الخلقية عبارة عن خلل في عدد أو شكل الكروموسومات يصاب بها حوالي خمس من بين ألف كل ولادة حية وتشكل سببها مهمة للتخلف العقلي والتشوهات الكروموسومية وتسبب غالبيتها بالإسقاط أو ولادات ميتة هذا بخصوص التشوهات الكروموسومية وكما ذكرنا فإن هناك أمراض ناتجة من خلل في أعداد الكروموسومات وهناك أمراض ناتجة عن خلل في بنية وتركيب الكروموسوم نفسه بعد أن عرفنا أقسام التشوهات الكروموسومية وكما ذكرنا فإن هناك أمراض ناتجة من خلل في أعداد الكروموسومات وهناك أمراض ناتجة عن خلل في بنية وتركيب الكروموسوم في الأول سوف نناقش العدد الطبيعي لأعداد الكروموسومات في الخلايا الجنسية يكون عدد الكروموسومات 23 كروموسوم فقط أما في الخلايا الجسمية يكون عدد الكروموسومات يقدر به 46 كروموسوم فإذا كان هناك خلل في الأعداد سوف يكون بالزيادة أو بالنقصان كمثال 47 كروموسوم 45 كروموسوم يشكلان أعداد غير طبيعية في جسم الإنسان إذن في الخلايا الجنسية العدد الطبيعي للكروموسومات الفردية 23 كروموسوم أما في الخلايا الجسمية فيكون العدد الطبيعي كروموسومات 46 كروموسوم أي ثناء المجموعة الكروموسومية شاهد هذه الصورة معي هذه الصورة الصيغة الكروموسومية الطبيعية للمرأة سوف نشاهد 44 كروموسوم والكروموسومان الآ أخيرا هما XX يشكلان الكروموسومات الجنسية لدى المرأة أما في الرجل فالصيغة الكروموسومية الطبيعية للرجل فهي 44 كروموسوم جسدي والكروموسومان الأخيران الجنسيان كروموسوم X وكروموسوم Y الذكري بعد أن ناقشنا الأعداد الطبيعية للكروموسومات في الخلايا الجنسية والجسمية نأتي الآن إلى أمراض نتيجة خلل في عدد الكروموسومات أي يتمثل اختلال الصيغة الكروموسومية في أعداد الكروموسومات داخل الخلايا يتمثل اختلاف الصيغة الكروموسومية في كل صيغة لا تتضاوق مع المضاعفات الصحيحة للصيغة الكروموسومية الفردية الموجودة عادة في الخلايا الجنسية بما معنى هناك حالة تسمى بوحيد الكروموسومي 23 يكون الكروموسوم 23 مفرد أي تحمل الخلية 45 كروموسوم الزوج الكروموسومي من كل نوع معاد الكروموسوم رغم 23 يكون مفردا وليس على شكل زوج أما في حالة التثلث الكروموسومي 21 كما ذكرنا في الأزواج يكون كروموسومان في كل زوج أما في حالة التثلث الكروموسومي في الزوج رغم 21 يوجد ثلاث نسخ من الكروموسوم بدلا من اثنين فيكون الناتج 47 كروموسوم كعدد إجمالي داخل الخلية ويعطينا متلازمة تسمى بمتلازمة داون إذن هناك حالة وحيد الكروموسومي تكون فاقدة لأحد الكروموسومات يكون العدد الكلي للكروموسومات 45 أي هناك خلل في عددها فينتج متلازمات أما في حالة الزيادة فسوف يكون كما في حالة التثلث الكروموسومي 21 فيعطينا متلازمة الداون ويكون الناتج الكلي لعدد الكروموسومات في الخلية 47 كروموسوم فقط لنفصل قليلا في حالة وحيد الكروموسومي 23 أي عدد الكروموسومات 45 شاهد هذه الصورة الثلاثة وعشرين زوج مرتبة في أزواج ما عاد الزوج رغم 23 فأنه يفتقد لأحد الكروموسومات إذن الزوج رغم 21 هو وحيد فسميت بوحيد الكروموسومي 23 كما تشاهد في هذه الصورة ننتقل إلى صورة التثلث الكروموسومي 21 ويكون الناتج الكلي لعدد الكروموسومات في الجسم 47 في خلية الجسمية 47 شاهد هذه الصورة كما ذكرنا الأزواج مرتبة في نسختين من الكروموسوم ما عاد الزوج رغم 21 فأنه يحتوي على ثلاث نسخ من الكروموسوم كما يشير السهم بعد أن ناقشنا متلازمة أو حالة وحيد الكروموسومي وحالة تثلث الكروموسومي ماذا تعرف عن متلازمة دون كلنا نسمع بمرضى الدون ولكن ما هم أو ما سبب حدوث هذه المتلازمة لهم متلازمة دون تكون ناتجة عن التثلث الكروموسومي فتثلث الكروموسومي إذا كان في الزوج رغم 21 فيوجد ثلاث نسخ من الكروموسوم في الزوج رغم 21 فسميت الحالة بتثلث الكروموسومي 21 يعطينا ناتج المتلازمة التي تسمى بالدون إذن في حالة تثلث الكروموسومي 21 فيوجد ثلاث نسخ من الكروموسوم 21 بدلا من اثنين فيكون الناتج النهائي 47 كروموسوم في الخلية حيث ينتقل للطفل من أحد الوالدين زوج كروموسومي غير منقسم ومن الفرد الآخر زوج كروموسومي منقسم فيسبب في خلل في الكروموسومات إذ توجد نسخة إضافية من كروموسوم 21 لدى الطفل وتزداد نسبة الإصابة بتشوه الكروموسومي مع تقدم عمر المرأة لذا ننصح بإجراء فحص النمط النووي للجنين أثناء الحمل لكل امرأة حامل تجاوزت 35 سنة إذن بمجرد تجاوز المرأة لعمر 35 سنة يجب عليها فحص النمط النووي للجنين لتأكد من عدم وجود تشوهات كروموسومية الشكل المقابل يظهر تشكل زايقود ذات تثلث كروموسومي 21 ليشكل متلازمة الدام نشاهد معا انتقال الكروموسوم Y من الحيوان المنوي وكروموسوم X من البويضة أما في الكروموسوم 21 فنشاهد انتقال زوجان من الكروموسومات من البويضة وعدد واحد من الكروموسومات من الحيوان المنوي فينتج ثلاث نسخ في الزوج رغم 21 مما أدى إلى حالة التثلث الكروموسومي 21 بعد ذلك بعد أن عرفنا متلازمة داون وحالة وحيدة الكروموسومي 23 نأتي إلى كيفية حدوث التشوهات الكروموسومية ينتج الاختلاف في عدد الكروموسومات من الكروموسومات إلى الخلايا الجنسية هناك حالتان أيضا ناتجتان من خلل في عدد الكروموسومات متلازمة تعرف بمتلازمة كلايم فلتر ومتلازمة تعرف بمتلازمة تيرنر في البداية نتحدث عن متلازمة كلايم فلتر وهي شائعة لدى الذكور الذين يمتلكون كروموسوم سينيا زائدا أي X على الكروموسوم بين X و Y فيتسبب بظهور بعض الصفات الأنثوية لديهم لأن التركيب سوف يكون الكروموسومي لهم YXX YXX بما معنى زيادة في الكروموسوم X وبالتالي يؤدي إلى زيادة في الصفات الأنثوية لديهم هذا بالنسبة إلى متلازمة كلايم فلتر أما في متلازمة تيرنر فيتظهر لدى الإناث اللواتي يحملن كروموسوم جنسيا واحدا بدلا من أثنين ألوه بدلا من أثنين X سوف يحملان كروموسوم واحد X هذا يؤدي بدوره إلى فقدان بعض الصفات الأنثوية لديهم هذا بالنسبة إلى متلازمة تيرنر انظر إلى خريطة النمط النوي لمتلازمة كلايم فلتر سوف نشاهد في الزوج الأخير 23 زيادة في أحد الكروموسومات الجنسية الأنثوية ألوه هو X إذن XXY في متلازمة كلايم فلتر والعدد الإجمالي للكروموسومات سوف يكون 47 إذن هو يكون خلل أو أحد الأمراض التي نتيجة خلل في عدد الكروموسومات هذا بالنسبة لمتلازمة كلايم فلتر انظر إلى صورة النمط النوي لمتلازمة تيرنر سوف نشاهد أنه في الزوج رغم 23 الأخير سوف نشاهد فقدان أحد الكروموسومات الجنسية X وبالتالي يكون الزوج رغم 23 فيه نسخة واحدة من الكروموسوم الجنسي الأنثوي X فيكون الناتج النهائي 45 كروموسوم إذن هو مرض نتيجة انخلل في أعداد الكروموسومات لفقد أحد الكروموسومات مما يؤدي إلى فقدان بعض الصفات الأنثوية لدى الحالات متلازمة تيرنر بعد أن انتهينا من الأمراض الناتجة عن اختلاف في عدد الكروموسومات كمثال حالة الوحيد الكروموسومي وحالة التثلث الكروموسومي أي مرضى الدون ومتلازمة تيرنر ومتلازمة كلينفيلتر نأتي بعد ذلك إلى الأمراض الناتجة عن خلل في بنية أو تركيب الكروموسوم ونوجزها بعض الحالات تتكسر قطع من الكروموسومات حاوية على جينات عدة وينتج عن تكسرها واحد من التغيرات الكروموسومية التركيبية الأربع التالية سوف نشاهدها معا انظر إلى الشكل المقابل سوف يحجث قطع في هذا الكروموسوم وتنتقل قطعة من هذا الكروموسوم إلى كروموسوم آخر وتلتصق به هذه الحالة تسمى الانتقال أي انتقال قطعة من أحد الكروموسومات إلى كروموسوم آخر غير مشابه له هذا في أول حالة من حالات الأمراض الناتجة عن خلل في تركيب أو بنية الكروموسوم الانتقال نأتي إلى الحالة التالية انظر هناك فقد لأحد القطعة ألا وهي DEF وبعد ذلك يلتصق الكروموسوم إذن حدث فقد أو نقص لقطعة من الكروموسوم إذن النقص هو فقدان جزء من الكروموسوم هذا في الحالة الثانية في الحالة الثالثة شاهد معي فقد أو قطع جزء من الكروموسوم وانتقالها إلى كروموسوم آخر والتصاق بها هذا يسمى بالزيادة إذن الزيادة هي انتقال جزء من الكروموسوم واندماجه مع الكروموسوم المماثل له هذا في الحالة الثالثة في الحالة الأخيرة الرابعة سوف نشاهد فقدان جزء من الكروموسوم على وهو DEF انظر ماذا يحدث لقد انقلب جزء الكروموسوم المفقود DEF وبعد ذلك يلتصق وهو في حالة انقلاب إلى الكروموسوم نفسه هذه الحالة تسمى الانقلاب أي انفصال جزء من الكروموسوم واستدارته ليعود ويتصل في الاتجاه المعاكس بالكروموسوم نفسه بعد أن بينا الحالات الأربعة للأمراض الناتجة عن خلل في بنية وتركيب الكروموسوم نفسه نوجزها كالتالي الانتقال انتقال قطعة من أحد الكروموسومات إلى كروموسوم آخر غير مشابه له اثنين النقص وهو فقدان جزء من الكروموسوم مثل متلازمة المواء وسوف نتطرق إليها لاحقا رغم ثلاثة الزيادة انتقال جزء من الكروموسوم واندماجه في الكروموسوم المماثل له مما يؤدي إلى تشكل نسخة إضافية من أجزاء هذا الكروموسوم فالحالة الرابعة تسمى الانقلاب وهي انفصال جزء من الكروموسوم واستدارته ليعود ويتصل في الكروموسوم نفسه ولكن انتبه عزيزي الطالب أما بالنسبة لحالة الانقلاب فهي الأقل ضررا عن باقي الحالات الأخرى من الأمراض الناتجة عن خلل في بنية أو تركيب الكروموسوم نفسه والسبب يعود إلى أن الانقلاب يكون التغير الجينات على الكروموسومات في ترتيبها وليس في عددها إذن هو الأقل ضررا نتطرق الآن إلى متلازمة المواء وهي عن حالة النقص أسبابها حدوث خلل في بنية الكروموسوم حيث تحدث ظاهرة النقص في فقد القطعة الصغيرة أو ذراع القصيرة من الكروموسوم رغم خمسة وأعراضها صوت بكاء الطفل يكون حاد وعالي في الأشهر الأولى ومشابه لصوت مواء القطط كما نشاهد في هذه الصورة الفقدان يكون للذراع القصيرة للكروموسوم رغم خمسة بعد أن انتهينا من شرح الجزء الأول من درس الانقسام الخلوي غير منتظم وهو عن التشوهات الكروموسومية ننتقل إلى الجزء الآخر من درسنا اليوم وهو بعنوان السرطان في بداية السرطان سوف نتعلم مفهوم وهو استماتة الخلية ماذا نقصد باستماتة الخلية؟ استماتة الخلية يقصد به موت الخلية المبرمج ويكون بتحطيم الخلية لأحماضها النووية أي الـ DNA ومن ثم تفكيكها وابتلاحها عن طريق خلايا أخرى استماتة الخلية عملية تحدث عندما تهرم الخلية وتقوم بعملية متعمدة تفكك فيها الخلية نفسها بنفسها كما نشات في هذه الصورة مراحل استماتة الخلية أو موت الخلية المبرمج فالخلية الطبيعية سوف تنكمش الخلية بعد أن تهرم وتتكثف خيوط الكروماتين فيها وتبدأ بتحطيم المادة الوراثية فيها يشاء الخلية فقاعات وهدم النووة ومحتيواتها واستمرار تشكل الفقاعات وبالنهاية موت الخلية وتفتتها وابتلاحها عن طريق خلايا أخرى فنستنتج أن حال آلية حدوث الاستمادة تبدأ بتحطيم المادة الوراثية الـ DNA ثم تنكمش الخلية وتموت وتبتلع من قبل الخلايا المجاورة لها بعد أن تناولنا مفهوم استمادة الخلية أو موت الخلية المبرمج ماذا يحدث للخلية إذا لم تستطيع أن تفكك نفسها بنفسها؟ بالتأكيد سوف يكون هناك خطر على صحة الإنسان عن طريق تكوين الأورام فكيف تتشكل هذه الأورام؟ لنشاهد معا كيف تتكون الأورام ستكاثر الخلية الطبيعية في وقت محدود وإلى حد معين وعندما تفقد قدرتها على الانقسام بسبب تغييرات في جيناتها فإن ذلك يؤدي إلى خلودها وخضوعها الانقسامات غير منظمة فتبدأ بالتكاثر بسرعة فينتج ما يسمى الورام ولكن هل جميع الأورام متشابهة؟ أم أن هناك اختلافات فيما بينها؟ بالتأكيد هناك اختلافات بينها هذه الصورة تمثل ورم يسمى بالورم الحميد أما في الصورة الأخرى على يسار الشاشة فهذا الورم يسمى بالورم الخبيث هذا يأتي بناء إلى أن هناك اختلافات بين أنواع الأورام فهناك الأورام الحميدة والأورام الخبيثة الأورام الحميدة تكون عادة مغلفة بغشاء وتتصف بعدم عدائية خلاياها وعدم مهاجمتها للخلايا المجاورة لكن قد يسبب بعضها مشاكل العضو المصاب خاصة إذا كانت كبيرة الحجم وتؤثر على الأعضاء القريبة منها ما يمنعها من العمل بشكل طبيعي ويمكن إزالة هذه الأورام بالجراحة أو علاجها بالعقاغير أو الأشعة لتصغير حجمها وهي غالبا ما لا تعود لتظهر مرة ثانية هذا بالنسبة للأورام الحميدة ننتقل بعد ذلك إلى الأورام الخبيثة وهي سرطانية وتهاجم الخلايا والأنسجة المحيطة بها وتدمرها ولها قدرة عالية على الانتشار في مكان الورم والأنسجة القريبة منه ولها القدرة على الانتشار المباشر عبر الجهاز اللنفي أو عبر الدم حيث تنفصل خلية أو خلايا الورم السرطاني الأولي وتنتقل عبر الجهاز اللنفي أو الدم إلى أعضاء أخرى بعيدة حيث تستقر وغالبا ما تكون هذه الأعضاء غنية بالدم مثل الرئة أو الكبد أو العقد اللنفاوية مسبب نمو أورام سرطانية أخرى تسمى الأورام السرطانية الثانوية هذا نوع من الأورام وهو الأورام الخبيثة الذي يسبب مرض السرطان ماذا أعني بمرض السرطان؟ وما سبب تسميته بهذا الاسم؟ مرض السرطان عبارة عن مجموعة من الأمراض أكثر من مئة مرض التي تشابه في بعض الخصائص وتسميتها يعود إلى أن الأوعية الدموية المنتفخة حول الورم تشبه أطراف سرطان البحر بعد أن تهينا من تعريف مرض السرطان وسبب تسميته والفرق بين أنواع الأورام وهي الأورام الحميدة والأورام الخبيثة نأتي إلى الأسباب التي تؤدي إلى مرض السرطان أو بما معنى آخر مسببات السرطان مسببات السرطان تنقسم إلى ثلاث وهي العوامل فيزيائية عوامل كيميائية وعوامل بيولوجية المسببات هي تزيد نسبة حدوث خطأ في الحمض النووي عند الانقسام مع تزايد التعرض لمسببات السرطان ألا أن جهاز المناعة يتعرفها لاختلافها عن بقية الخلايا ويقوم بتدميرها لكن في بعض الحالات يفشل في تعرف هذه الخلايا فيقوم بالانقسام وتتسبب بسرطان وكما ذكرنا مسببات السرطان ثلاث وهي العوامل فيزيائية العوامل الكيميائية والعوامل البيولوجية لنأخذ كل عامل من العوامل ونتطرق فيه بتفصيل أكثر في البداية سوف نتحدث عن العوامل فيزيائية وهي التعرض المفرط لضوء الشمس وخاصة الأشعة ما فوق البنفسجية يسبب للإنسان سرطان يعرف بسرطان الجلد أما التعرض للإشعاعات الأيوانية المختلفة تزيد من خطر الإصابة بالسرطان مثل سرطان مجموعة خلايا الدم البيضة الذي يسمى باللوكيميا أو لوكيميا الدم ثلاثة تعتبر أشعة X أحد مسببات الأمراض السرطانية بعد أن تهينا من شرح المسببات السرطان من العوامل فيزيائية ننتقل إلى العوامل الكيميائية من مسببات السرطان وهي تعرض الكثير من المواد الكيميائية الصناعية للإصابة بالسرطان مثل قطران الفحم يؤدي إلى ظهور مرض السرطان لدى العمال الصناعيين العامليين في مجاله أثنين المشروبات الكحولية وتدخين السجائر أو النرجيلة أو الغليون يسبب الإصابة بالسرطان بنسبة كبيرة مثل سرطان اللثة واللسان وسطح الفم والرئتين ولهو علاقة بسرطانات أخرى مثل سرطان المثانا والمريء والحنجرة ثلاثة العديد من صبغات الطعام والمواد الحافظة ومواد التنظيفات التي تحتوي على مواد مساطئنا هذا بالنسبة للمسببات السرطان الكيميائية بعد أن انتهينا من المسببات السرطان الكيميائية احذر عزيزي طالب أن تقع فريسة للتدخين فهو يسبب عدة سرطانات كما ذكرنا واحذر أيضا أن تجلس في أماكن المدخنين فهذا يعتبر نوع من التدخين السلبي وهو أيضا يؤدي إلى حدوث عدة سرطانات على المدى البعيد سوف أعرض الآن لكم صورة رئة مدخن ورئة غير مدخن ولاحظوا الفرق بينهما هذه الصورة نستنتج أن الرئة التي على الجهة اليمنى هي رئة شخص سليم أما الرئة التي على الجهة اليسرى فهي رئة مدخن انظر رئة سليمة ورئة مصابة وهذا الشخص كثير التدخين فنستنتج من هذه الصورة أن التدخين يسبب ضرر على أجهزة جسم الإنسان بعد أن انتهينا من مسببات السرطان الكيميائية نأتي إلى مسببات السرطان البيولوجية وهي تحدث نتيجة تعرض لفيروس ما ومجموعة فيروسات تقتحم الخلية فتؤدي إلى تغيير العمل الطبيعي للجينات مما يؤدي إلى حدوث السرطان بعد أن انتهينا من التحدث وتطرق إلى مسببات السرطان وهي عوامل فيزيائية عوامل كيميائية وعوامل بيولوجية نأتي الآن إلى مراحل مرض السرطان القلون وهو ينقسم إلى خمس مراحل المرحلة صفر مرحلة الأولى مرحلة الثانية المرحلة الثالثة والمرحلة الرابعة وسوف نتطرق لها بالتفصيل الآن في مرحلة صفر يكون فيها الورم صغيرا ويبقى مكانه في الطبقة الداخلية من جدار القلون وغير محاط بأوعية دموية في المرحلة الأولى يكون فيها الورم في الطبقة الداخلية منتشرا إلى الطبقة الوسطى من القلون وهو لا يزال غير محاط بأوعية دموية في المرحلة الثانية ينتشر الورم إلى خارج الطبق الوسطى وتبدأ خلاياه بإنتاج مواد تحفز الأوعية الدموية على النمو باتجاهه عندما يكون الورم غير محاط بأوعية دموية يظل صغيرا ويمكن استئصاله ننتبه جيدا إلى هذه المرحلة وهذه النقطة المرحلة الثالثة يظهر الورم محاطا بالكثير من الأوعية الدموية مما يساعد خلاياه على الانتشار إلى الغدد اللنفاوية والأوعية المحيطة بالقلون وكما ذكرنا عند انتشار الأوعية الدموية في خلاياه يصعب استئصاله في هذه المرحلة المرحلة الرابعة ينتشر المرض إلى الأعضاء البعيدة مما يتسبب بأورام سرطانية ثانوية في الكبد أو الرئتين أو العظام أو الدماغ بعد شرح خطوات المراحل الخمسة نأتي إلى الصورة هذه الصورة للمراحل سرطان القلون الخمسة ففي المرحلة الصفر كما نشاهد الورم صغير وفي الطبق الداخلية وفي المرحلة الأولى سوف نشاهد بداية انتشاره إلى الطبق الوسطى وفي المرحلة الثانية إفراز مواد تحفز على انتشار الأوعية الدموية إلى خلاياه ولكن عندما لا تنتشر الأوعية الدم في خلاياه يمكن استئصاله جراعيا في بعض الحالات أما في المرحلة الثالثة سوف نشاهد انتشار الأوعية الدموية فيه وفي المرحلة الأخيرة الرابعة سوف نشاهد انتقالها إلى أعضاء أخرى مما يشكل سرطانات ثانوية أما في الصورة الصغرى فيها تمثل ورم سرطاني في القولون ونشاهد معا وجود عدة أورام داخل مسار القولون بعد أن انتهينا مراحل سرطان القولون الخمسة نأتي إلى طرق علاجة هل هناك طرق علاجية للقضاء على مرض السرطان؟ هناك بعض طرق العلاج نوجزها كالتالي واحد الاستئصال الجراحي إذا كان ذلك ممكن اثنين العلاج الأشعاعي عن طريق تعريض مكان السرطان للأشعة السينية ثلاثة العلاج الكيميائي مهم لبعض أنواع السرطان كما أنه يستخدم مع العلاجات الأخرى في حال انتشار السرطان في أماكن متفرقة من الجسم ولكن هل العلاج الكيميائي مضر لصحة الإنسان أم يفيده؟ سوف نشاهد أن هناك أعراض جانبية للعلاج الكيميائي وهي إقاف عمليات الانقسام في الجسم وله تأثيرات سلبية مثل تساقط الشعر والضرابات في الجهاز الهضمي وتدنن في إنتاج كريات الدم الحمراء ما ينتج فقرن في الدم ونقسم في كريات الدم البيضاء فينتج ضعف في المناعة بعد أن انتهينا من شرح وإيجاز طرق علاج مرض السرطان سوف نأتي إلى بعض الأسئلة التقويمية في نهاية الحلقة في السؤال الأول نقول ضع علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة غير صحيحة واحد تظهر التشوهات الكروموسومية لدى متلازمة داون بسبب وجود نسخة إضافية من كروموسوم 21 لدى الطفل أي حالة التثلث الكروموسومي 21 بالتأكيد الإجابة صحيحة أما السؤال الثاني متلازمة كلايم فلتر شائعة عند الذكور الذين يمتلكون كروموسوم سينيا إضافيا إلى الكروموسومين X و Y أي زيادة في الصفات الأنثوية له والتركيبه يكون YXX بالتأكيد الإجابة صحيحة في السؤال الثالث تقل نسبة الإصابة بتشوه الكروموسومي مع تقدم عمر المرأة بالتأكيد الإجابة خاطئة وقد ذكرنا أن عند تجاوز المرأة لعمر 35 سنة يجب فحص خريطة النمط النووي لجنين إذن إجابة خاطئة رغم أربعة في حالة انقلاب الكروموسوم فإن ترتيب الجينات على الكروموسوم لا يتغير ثابت الإجابة خاطئة خمسة تنتشر الأورام الخبيثة بشكل مباشر عبر الجهاز اللمفاوي أو عبر الدم الإجابة صحيحة ستة ليس لأشعة شمس والإشعاعات الأيونية المختلفة دور في الإصابة للسرطان بالتأكيد الإجابة خاطئة فهو أحد المسببات الفيزيائية بعد ذلك نأتي إلى أكتب اسم أو المصطلح العلمي المناسب لكل من الإعبارات التالية ونقول في واحد تعبير يطلق على الورام الخبيث الذي يصاب به الإنسان نتيجة انفقد بعض خلايا الجسمية التحكم في عملية الانقسام الميتوزي السرطان اثنين تعبير يطلق عن خلل في عدد أو شكل الكروموسومات مما ينتج عنه إصابة الإنسان بحالات مرضية مختلفة أحسنت التشوهات الكروموسومية ثلاثة حالة مرضية ناتج عن وجود 47 كروموسوم داخل كل خلية جسمية بسبب حصول الزايقوت على ثلاث نسخ من الكروموسوم رغم 21 بدلا من اثنين أي التثلث الكروموسومي أحسنت سوف يأتي إلى متلازمة دهو أربعة تعبير يطلق على الحالة التي تحتوي فيها خلايا ذكر الإنسان على الكروموسوم سيني إضافي على الكروموسومين الجنسيين Y و X أحسنت هي متلازمة الكلايم فلتر نأتي إلى ماذا تتوقع أن يحدث في كل من الحالات التالية واحد عدم انفصال الزوج الكروموسومي رغم 21 عند تكوين الأمشاج سوف يحدث حالة متلازمة دهو اثنين فقدان جزء من الكروموسوم ماذا يحدث؟ تنتج خلية في بنية الكروموسوم أي حالة النقص ثلاثة عندما تهرم الخلية وتتقدم في العمر الحدث تحدث استماتة أو موت الخلية المبرمج أربعة عندما يمر سرطان القلون بالمرحلة الثالثة الحدث ينتشر في الغدد اللنفاوية والعضاء المحيطة بالقلون إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم بعنوان الانقسام الخلوي غير المنتظم وقد تطرقنا إلى التشوهات الكروموسومية والسرطان وفي التشوهات الكروموسومية عرفنا أنها تقسم إلى قسمين الأمراض الناتجة عن عدد في الكروموسومات والأمراض الناتجة عن الخلل في بنية أو تركيب الكروموسوم نفسه أما في السرطان فقد عرفنا مراحله وقد عرفنا مسبباته وطرق علاجه وبهذا نكون قد أنهينا حلقة اليوم أراكم في الحلقات المقبلة مع السلامة اشتركوا في القناة